خطوات احتجاجية يومية بدأها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تحذر هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أن تنتهي بانفجار حقيقي ما لم تكف إدارة السجون عن سياسة اللامبالات تجاه مطالبهم ستة أسرى إداريين يخضون إدرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري مع توقعات هيئة شؤون الأسرى التحاق دفعة أخرى من الأسرى بالإدراب على أن تتضاعف أعدادهم تدريجيا في الأيام المقبلة وتؤكد الهيئة في بيانها أن الأسرى مستمرون في برنامجهم التصعدي تجاه إدارة السجون إذ ينفذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات وغيرها وعلى المستوى الشعبي تتوالى الوقفات الداعمة للأسرى آخرها وقفة نظمتها مؤسستا مهجة القدس وحريات في مدينة غزة ندد المشاركون فيها باستمرار فرض الاحتلال ما يعرف بالاعتقال الإداري وعزل عدد من الأسرى ما يحدث في السجون يعني لم تقف أمام المقاومة وشعبنا الفلسطيني أمام الجرام الصهيوني على أسرانا جئنا نقول لهم أننا معكم ولن نترككم في هذه الوقفات التي يجب أن يكون لك تسليط ضوء إعلامي على قضية هؤلاء الأسرى ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن جريمة الاعتقال الإداري التي تشكل إحدى أبرز وأخطر جرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال في حق الفلسطينيين تصاعدت بصورة كبيرة منذ مطلع العام الحالي إذ نفذت سلطات الاحتلال نحو 1500 حالة اعتقال إداري